نحن الآن نتواجد في بلد التديل في ريف حلب الغربي التي تعرضت اليوم لحملة عنيفة بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مصدرها قوات النظام المتمركزة في 1046 وأيضا بلدة أوريم الكبرى بشكل أساسي هذا القصف تكرار لحملة قصف تتعرض له مناطق وقراء التماس أدى في هذه القرية التي نتواجد فيها البارحة إلى مقتل مدني في منزله باستهداف مباشر له بقذائف المدفعية على المناطق التي يتم قصفها واستهدافها بشكل مستمر من قوات النظام وتكرر قصفها اليوم هي كفر عمى وكفر التعال ومنطقة الواسطة والقصر القريبة من مدينة الأتارب وأيضا بالقرب من مدينة دارت عزة في ريف حلب الغربي هناك قرى تعرضت أيضا أطرافها لقصف مدفع إبرزوها تقاد ومنطقة مكلابيس والفوج 111 هو المعروف بالفوج شيخ سليمان والذي تعرض أيضا أطرافه بقصف مدفعي وبراجمات الصواريخ إضافة حقيقة اليوم لتطور على مستوى وصول قذائف المدفعية لمناطق أكثر عمقا في ريف حلب الغربي حيث تم استهداف المدرسة الرئيسية في مدينة أجينة وصول إهدى قذائف المدفعية إلى المدرسة ما أدى إلى أضرار مادية ولم تسجل أي ضحايا أو إصابات خلال هذه حقيقة الاستهدافات العميقة لمناطق في ريف حلب الغربي الجدير ذكره أن حملة التحذيرات بما يتعلق بالصواريخ المضادة للدروع أيضا مستمرة في ريف حلب الغربي الطرق المؤدية من مدينة الأتار باتجاه القرى الواقعة بالقرى من خطوط التماسخ خطيرة جدا ويتم استهدافها بشكل مستمر من قبل قوات النظام بالصواريخ المضادة للدروع في هذا الشهر كان هناك ثلاثة ضحايا باستهداف مباشر بالصواريخ المضادة للدروع على محور ففرتين القريبة من مدينة دارت عزة في ريف حلب الغربي وذلك تحذيرات مستمرة للمدنيين بتجنب سلك هذه الطرق أو الإسراء عليها بشكل كبير لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب بلدة تديل ريف حلب الغربي